هل تعرف معنى جملة الكورة في مربع سبعة بتعليق مزعين الراديو على المباريات؟ 86 سنة هو عمر الإزاعة المصرية لتسيسة سنة 1934 اهتمام المصريين بالإزاعة تغير على مر العصور زي تغير اهتمام العالم ككل بالراديو طريقة البث الوحيدة قديماً بقى لها منافسين كتير مع مرور الوقت فتحولت الإزاعة لطريقة المضطر في متابعة المباريات عمرك سمعت كلمة الكورة في مربع أربعة وانت بتسوع ماتش؟ طب فهمت حاجة وقتها؟ أول مباراة وزيعت في الراديو تاريخياً كانت في الدوري الإنجليزي بين أرسنال وشيفلد يونايتند في 22 يناير 1927 وعلى ملعب هايبوري التاريخي المباراة وزيعت على هيئة الإزاعة البريطانية بي بي سي قبل المباراة نشرت الصحف البريطانية خريطة للملعب خريطة بتقسم الملعب على مجموعة من المربعات وكل مربع ليه رقم يسمع المتابع رقم المربع فيعرف الكورة في أنهي جزء من الملعب تحديداً لو أنت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي فعرف أن الملعب بيبدأ من ناحية إيدك ييمين ويتقسم على أربعة ربع كل ربع مقسوم لمربعين واحد تحت وواحد فوق بالتالي الربع الأول في مربعين واحد واثنين والربع الثاني في مربعين تلاتة واربعة وهكذا لحد الوصول للمربع تمانية تيدي ويكلام أول معلق رياضي في تاريخ الكورة التزم بالخريطة دي وعلق على مباراة أرسنال مع شيفلد من خلالها ومن بعده التزم كل معلق الراديو باستخدام الخريطة في تعليقهم ووصفهم للمباريات للمتابعين وهنا كمان في مصر التزم المعلقين بالخريطة فبداية من فهم عمر وعلي زيور وصولاً لطريق الأدور تقدر تفهم يقصده إيه على طول أول لما يقوله كورة في مربع سبعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر